ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته التي كانت مقررة إلى بولندا بسبب الإعصار دوريان الذي يقترب من سواحل فلوريدا وأقل ترامب الذي كان منتظراً وصوله إلى وارسو لإحياء الذكر الثمانين لبداية الحرب العالمية الثانية إنه سيركز على الاستعدادات للإعصار وأضف الرئيس الأمريكي في تصريح الاستحافة بالبيت الأبيض أولوية القصوى هي سلامة الناس وأمنهم مشيراً إلى أن نائب الرئيس مايك بينيس سيتوجه إلى بولندا بدلاً منه وأعلن حاكم ولاية فلوريدا في وقت سابق حالة التوارئ في جميع مقاطعات الولاية محذراً ملايين الأشخاص الذين يعيشون فيها بأنه من الضروري الاستعداد للإعصار وبدورها أعلنت سلطات ولاية جورجيا الجنوبية الشرقية حالة التوارئ في 12 مقاطعة قبل وصول الإعصار دوريانا